اشتركوا في القناة امت عشرين لاعبا من الهوات من مختلف الاندية في مملكة البحرين حيث تعد البطولة باكورة البطولة المحلية لرياضة الملاكمة للهواء حيث اشهد سموه بما حظيت به هذه البطولة من مشاركة ايجابية من قبل ممارسي هذه الرياضة مشيدا سموه كذلك بالمستويات التي شهدتها النسخة الاولى من هذا التجمع الرياضي الخاص بهذه اللعبة وقد اكد سموه ان الهدف من اقامة هذه البطولة هو نشر ثقافة هذه الرياضة العالمية في الوسط الرياضي البحريني والتي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الشباب لمنافسات بطولات الملاكمة الدولية حيث استطاعت هذه اللعبة ان تكون لها قاعدة قوية من محبيها وعشاقها وممارسيها في مختلف بلدان العالم كما انها استطاعت ان تكسب ثقة اللجنة الاولمبية الدولية لتكون لعبة معتمدة ضمن الدورات الاولمبية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفان تطلع لدعم هذه اللعبة وتأسيس قاعدة متينة لها وتشكيل الفرق والمنتخبات القادرة على المشاركة في مختلف المحافل والبطولات من اجل تأكيد الحضور البحريني على مستوى هذه الرياضة والذي يعزز من مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية مقدرا سموه جهود شركة هارلي ديفيدسون والاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة في التنظيم المتميز لهذه البطولة ومتمنيا سموه في الوقت ذاته للاتحاد التوفيق والنجاح في تنفيذ برامجه الهدفة لتطوير وارتقاء هذه الرياضة موسيقى 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 اشتركوا في القناة هذه الفعالية لازم تكون يعني تفيد من بس هو متجمع دراجين بس ان تفيد الكل انا اعتقد ان النجاح مو الحضور الجماهري فقط حضور سمو الشيخ خالد هو اللي نجح البطولة ايضا حضور الجماهيري من خلال التنظيم الرائع اللي اشرف عليه الشيخ عبدالله بن احمد اعطى ايضا هذه البطولة زخم كبير من الجماهير نتواجه جماهير في هذه البطولة ايضا وهذه باكورة الاتحاد اشراكة اشرافة على هذه البطولة واعتقد ان شاء الله الياي حسب سمو الشيخ خالد راح يكون الافضل ان شاء الله فيه لعبين قاعدة تطلع هنا لانه هذي الشيء تقريبا تقول يدين علينا فيه لعبين قاعدة تطلع لعبين حاكرة روحة في الديرة لو يلقون نظر عليهم يجبون وايد لعبين زينين والله كانت اول مشاركة في البحرين اول بطلة بوكسينج في البحرين كانت التنظيم صراحة وايد عجيب والمغاتلين صراحة مقصرة وادوا كل شيء واكفر مما عليهم اشتركوا في القناة